غرض الله أنه الإنسان يعيش سعيد ليه؟ ليه ثقافة الموت والحرب والدمار؟ ليه؟ تعرفوا أحبائي في الحرب العالمية الثانية كان جنود اليابان انتحاريين انزلوا بالطيارة على البارجات في الهاربر بيرل هاربر في الميناء في أمريكا وكان في ضحايا كتيري اضطر الرئيس في تلك الأوقات ترومان أنه يضرب قنبلي على هيروشيما وعلى نكازاكي وراح ضحايا كتير الإمبراطور استسلم وأعلن يعني أنه استسلم مش عاوز مزيد من الضحايا ولا الأمريكان عاوزين يحاربوا بالكوماندو رح يخسروا مع اليابان ورح يموت مش أقل من مئة ألف جندي في اليابان النتيجة الاستسلام قاد إلى الحرية وإلى شعب يعتبر اليوم من أرقى شعوب العالم وتخيل لو هذا الشعب بيعرف يسوع كمان بيكون أرقب مليون مرة تخيل فإذا طريق السلام وطريق المحبة هو الطريق وهل اليوم بخلدوا لهذا الإمبراطور وبالعكس لأنه بحب شعبه وبحب بلده مش عاوز ضحايا مش عاوز موت مش عاوز أكتر ضحايا احنا مش جماعة انتحاريين ولا جماعة مندعي الناس للاستشهاد لأن الموت وبالذات في القتل والعنف ما فيوش مجد ومش بس أنت بتخلص على حياتك وبتدمر أسرتك وعيلتك لسنين والأم ولا الأيتام رح يبكوا كل العمر وندم بينما الزعماء والرؤساء بيسلموا على بعض وبحيوا بعض وبهنوا بعض بالانتصارات وبقية الشعب بتدفع الثمن تخيل المحبة بتخلي الإنسان يضح بكرامته وبيضح بكبرياءه فالإنسان هو قدس أقداس الله محبة الله يعني أنا مش يعني معنديش فوكابلر معنديش لغة اتعبر عن هذه المحبة أحبائي اللي اللي رب يسوع قال ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله ايه اللي ممكن يعطي فداء ايه اللي ممكن جامع كنيسة أرض وطن كل هاي الأمور فانية والناس كلها بسبب هاي الأمور بسبب الدين والحرب الدينية الناس عم تدفع ثمن باهز وغالي جدا كل ما عليك صلاة صغيرة يقول له يا رب أنا عاوز أختبر محبتك وهذا ليس ضعف إنها النصرة لأن المحبة الإلهية هي المحبة المنتصرة التي تقدم ولا تحجم إنها المحبة التي تنتصر وتأخذ مواقع وكم من العالم اللي تغير بسبب المحبة تعرفوا انتشرت المسيحية ومات أكثر من 2-3 مليون شخص في القرن الأول 200 سنة ولم يرفعوا سيف ولا واحد طلب بنساء أو ورثة أو أملاك أو خيل أو ممتلكات بالعكس اللي كان ييجي للمسيح كان يدفع ويقدم كل شيء لأنه أدرك إنه جنسيته ووطنه هو السماع ولكن برضو منصلي من أجل بلادنا ومن أجل أوطاننا بس عشان نعيش حياة كريمة حياة فيها سعادة حياة فيها فرح مش على أساس إنه منخلق ومنموت أحبائي 70-80-100 سنة وإحنا في نفس الهم والغم ليه؟ كبرياء الإنسان وشر الإنسان وإنه بدافع عن الدين إحنا مش منقدم حياتنا ليسوع مع إنه لو قد مستعدين ولكن إحنا لا نقول فداك يا يسوع لا يسوع هو اللي قال أنا فداك أنا اللي موت من أجلك أنا مش عاوز أي إنسان يموت من أجلي أنا اللي أجيت أموت من أجل البشر أنا اللي رح أخذ مكانك ومكانك أنا اللي بقدم نفس الذبيحة أمام الله الآب أنا اللي رح أدفع التمن أنا ما بدي ذبايح كثيرة وما بدي استشهاده ما بدي ناس تموت أنا اللي بموت من أجلك هاي هي المسيحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة